قبل ما سيب كاس العالم ايه رأيك في العملية او عمله المنتخب المغربي اه عشان هيبصلاح دايما هو بشكل تلقائي كلنا بنقض نحط مقارنات طب احنا ليه ما نبقى ازاي المنتخب المغربي طب احنا ايه اللي نقصنا نبقى ازاي المنتخب المغربي طب احنا التاريخ الكبير ده ود مش المفروض كنا نبقى في كاس العالم ونعمل انجاز زي اللي عمله المنتخب المغربي شفت المنتخب المغربي عمل انجاز ده ازاي بحيث أنه احنا نتعلم إيجابياً مش عيب يعني لا بص فيه حاجات كتيرة يعني كم عدد اللعيب المحترف برا قاعدة كبيرة جداً جداً يعني فيه متاح للمدرب أنه يختار قاعدة كبيرة ولازم أرجع على المدرب قبل المدرب عشان فورساً أنت المعايد أنا كل يوم أطلع بقى في البرنامج أقول الله يسمح الكابتن حاسن شحاته وجهازه للفني عمله إنجاز في 2006 و2008 و2010 بلعيبة معظمهم محليين فكل الناس طلعين يقول لك إيه لا إحنا اللعيبة المحليين هي اللي تكسب معنا بطواتح ما نجيبش محترفين هاي الليكت بتقول لي المحترفين ديو حاجة مهمة وإنت موجود في الجهاز الفني فممكن تقول بس تشرح لنا لين المحترفين دي حاجة مهمة مش كل شوية نبني على فكرة 2006 و2008 و2010 وتبقى ديك قاعدة مش الاستثناء بص إحنا بقى لنا كم سنة ما فيش انتظام في الدوري من الدوري بيأثر على المنتخب بشكل كبير جدا طبعا إحنا من ساعة من كورونا بقى لنا الوقتي 2019 و2020 و21 و2 و3 سنين الدوري بتاعنا غير منتظم والدوري بتلاعب في سنة ما فيش مداري بيقدر يعمل الهمل التدريبي بتاع اللي بيحصل دوت انت مش عارف الجدول شكله إيه فاللعيب المحترف هو الدوري بتاعه منتظم بره معلش بياخد جرعة تدريبية أخو من الموجود هنا بياخد خبرات أكبر بيقابل من السوق أعلى بالذات لو بيلع في نادي كبير زي محمد صلاح يعني عندنا مثلا أربعة خمسة زي محمد صلاح في أندية كبيرة بتشارك في بطولة أوروبا أكيد هيبقى المرضود لمنتخب مصر هيبقى موجود بشكل هيرجع لمنتخب مصر بشكل كبير جدا وده اللي شوفنا في المنتخبات كلها بلاش خلي المغرب هنتكلم عليه ساحل عاج الكاميرون جزائر الفرقة الكبيرة دي السنغال اللي عندها كم محترفين مش طبيعي فبيقادوا بشكل كويس جدا لما بيروحوا هو البودري بيجيب اللعبة كلها من أوروبا ما بيخصش للدورة المحلية بيختار من أوروبا ويسيب من أوروبا ويسيب من أوروبا طبعا يعني اللي هو بيختار ويسيب ده اللي حصل مع منتخب المغرب بس بقاله فترة المغرب بتقدي يمكن من سنة الثامنة والسبعيل بتقدي بشكل كويس في كسر العالم من زمان عندها محترفين عندها قاعدة المحترفين كبيرة الظروف كلها تجمعت عشان تعمل نجاح المراد هاي اللي هو اللي هو أنت اللي هو أنت الأول بس أنا أحنا بأخذ منك زي روشيت كي نفهم إحنا إليه نقصنا نقصنا دوري قوي دوري منتظم منتظم دوري محترف منتظم بالزرابطة لازم تقوم بدورها بشكل قوي جدا هاي يعني كنا طلعنا ونطلع دلوقتي لقدام للمستقبل المستقبل يعني هيبقى وما أن تصفات كسر العالم اللي جاي دي يعني هو بيقولك روح كسر العالم تسعة من أفريقيا هيروحه يعني هتروح هتروح إن شاء الله